ما رأيكم بالواتساب المتواجد على الهواتف الايفون نعم واتساب جميل جدا ولهذا سوف أقدمه لكم على الهواتف الاندرويد مجانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبيس في هذا الفيديو ان شاء الله رح أقدم لكم الواتساب المتواجد على الهواتف الايفون سوف أقدمه لكم مجانا على الهواتف الاندرويد عندما تستخدم هذا الواتساب وتقوم بالدخول إليك انك تستخدم او لديك هاتف الايفون. نعم اخوان لقد وجدت هذا التطبيق الواتساب البارحة وقمت بتجربته. واليوم احب مشاركته معكم لمن اراد تحميله وتجربة نسخة الواتساب للايفون. المهم قبل ان تطرق لشرح لكم هذا الواتساب الجميل. اذا كنت دي اول مرة تشاهد اندل القناة المنشوطة للزر اشتراك شمال تفعيل الجرس لكي تتواصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وايضا لا تنسوا اغطى تلزل اللايك للفيديو تشعل لنا ان نستمر في تقديمي لكم الجديد ان شاء الله لن اطول عليكم فلنبدأ على بركة الله انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب هقدت لكم الجديد. نعم فكما قلت لكم سوف اقدم لكم الواتساب المتواجدة للهواتف الايفون سوف اقدم لكم مجانا على الهواتف الاندرويد لمن اراد استخدام هذا الواتساب الجميل. فكما قلت لكم عندما تقوموا باستخدامك كأن لديك هاتف الايفون. المهم سوف تجدون الرابط التحميل اسفل في الوصف لان هذه النسخة غير متواجدة على متجر سوف تجدون الرابط الخارجي اسفل في الوصف اذا كنت تريد استخدام الواتساب للايفون. المهم فبعد تحميل التطبيق النسخة الواتساب للآيفون تقوم بتتبيته بالشكل العادي وتظل لكم الايقونة الواتساب عادية يعني كأنه واتساب عادي كما انه قمت بتحميله من متجرة بلاي ستورة تقوم بالضغط عليه وتعطيه الحق الدخول الى الهاتف تقوم بالضغط على اتغيزي ثم تقوم بكتابة الرقم الهاتف الخاص بك وبعد ذا تتواصلوا برقم التفعيل كفا كلكم تعرفون طريقة فتح حساب على الواتساب فالمهم فبعد ذا تقوم بكتابة الرقم الهاتف الخاص بك وتفعيل الواتساب سوف تظل لك نافذة يطلب منك هل تريد ان تقوم باختيار صومبر او كلاير يعني آآ آآ واتساب اسود او واتساب عادي انت اختار صومبر اذا قمت بالضغط على صومبر سوف تختار الواتساب اسود اذا قمت باختيار كلاير فانك تستخدم من واتساب عادي لونه عادي يعني ليس بالاسود انا سوف اقوم بالضغط لك كلاير اخوان لانني اريد استخدام الواتساب بشكل عادي فكما ترون اخوان الكرام الواجهة الخاصة بالواتساب فهي كما اه لو انك تستخدم الهاتف الايفون فاذا ما تقوم بالضغط على اي شخص تريد التواصل معه فكما ترون الخلفية فهي خلفية التي توجدها في الواتساب للايفون فكما ترون اخوان الكرام وهناك بعض الميزات يمكنك اكتشافها اذا كنت تريد عبر الضغط على البرامتر واضافة اه خلفية الصور فكلكم تعرفون الطريقة اخوان الكرام واذا اردت ايضا تغيير اللون للواتساب تقوم باختيار هنا والضغط على مرة اخرى هنا وتختار صمبر او كلير يعني اه واتساب اسود او فاتح يعني اه عادي المو اخوان الكرام كان دور شرحنا لهذا اليوم والى هنا وانتهد الفيديو والى فيديو اخر ان شاء الله موسيقى موسيقى